ربما تركيا بموقفها الحالي أفضل الدول موضعاً وأكثرها أهلية لأن تشتغل بروكر بين الأطراف إذا فيه مصالحة إذا فيه معاملية مصالحة لأنه محتفظة بعلاقتها بالروس محتفظة بعلاقتها بالأوكرانيين وتركيا ليس من مصلحتها أن تدخل في مواجهة مع روسيا إطلاقاً أنه فيه ملفات كثيرة عالقة بينهم والموقف الغربي شوف ليش الموقف الغربي يبدو للمشاهدي موقفاً متطرفاً وشديداً لأنهم يتحملون المسؤولية عن هذه الأزمة ولو جزئية يعني هم الذين أوصلوها إلى هذا الحد وكان ممكن تحل في وقت مبكر هما سعروا أوار الحرب فهم الآن لازم يبينوا أمام الجمهور أنه هذا بوتن لعين والدين وأنه هذا بوتن لازم نعمل فيه ونسخمه ونعمل مش عارف إيش لأنه هذه الصورة أمام الرأي العام يعني دور بريطانيا في تمكين بوتن مالياً لا ينكره أحد يعني الآن إذا بدك تحاكم هدول الأوليغاركس لازم يتحاكم الذين مكنوهم في البلد الصحفية الأوكرانية رئيس المركز المكافحة الفساد في أوكرانيا اللي مسكت بوتن في وارسو في بولند وابخته على مدى خمس دقائق تتابعة وابخته بشكل عنيف حتى أنه طأطأ رأسه يعني من الخجر لكانت مؤثرة كلمة جدا شوف بالنسبة لتركيا طبعا تركيا تتعاون مع الروس في ملفات تتواجه معهم في ملفات وتريد أن تبقى الخصومة محدودة في ملفات أخرى أما أين تواجهت معهم في سوريا تواجهت معهم وما زال طائرة سقطت وكادت أن تشتعل الحرب لكن حتى بدون سقوط الطائرة اللي قالوا ربما جماعة بولند كانت توتر مع فاقنات المواجهة الأخرى في ليبيا المواجهة الأخرى في أدريبيجان وأرمينيا يعني الروس كانوا مع أرمينيا والأتراك كانوا مع أدريبيجان والأتراك دخلوا مش فقط بالسلاح التركي دخلوا أيضا بالمستشارين والنصر الأخير لأدريبيجان هو كان بفضل الدرومز والكلام يقول عن إيران أيضا والمواجهة تركية مع إيران بالضبط مع إيران أيضا لكن مع روسيا كانت أكبر في أرمينيا والفضل لله طبعا بالرغم أن الإيرانيين وقفوا مع الأرمينيين اللي هم الأذرين شيعة ولكن تركمان يعني والأرمن مسيحيين الإيرانيين وقفوا مع الأرمن ضد مصالح مصالح وبالتالي قضية لكن الأتراك شوف الأتراك الحقيقة أنهم يعرفون أن خصمهم رئيسي من الخصوم هو خصمهم عندهم مشاكل داخل الحلف الأطلسي يعني صارت لهم خلافات شديدة طبعا مع اليونان وقبرص وخاصة مع فرنسا ولكن أيضا مع الأمريكيين الآن عندهم مشكلة الـ F35 وعندهم مشكلة الـ F16 وطردوهم الـ F35 تجديد الـ F16 أو الـ F15 الآن مش مؤكد لكن ولذلك يجد أحيانا بوتين وأردوغان يجد وكلاهما لديه نوع من التشدد في الحكم أو نوع من الأوتوريتارين يعني إذا شئنا لكن الخصومة الأستراتيجية هي مع روسيا هناك 17 حرب قامت ما بين الروس والعثمانيين وربما فيهم حرب أو اثنين كانوا أطراع كانت انتهت الدولة العثمانية حتى أوكرانيا هذه يعني فيه اتفاقية 1774 اللي بانقتضاها نهزم العثمانيين سمحوا للروس أن يأخذوا أجزاء كبيرة من أوكرانيا بما فيها القرم بالمناسبة اللي كانت تحت الحكم العثماني وذلك الروس بعتبروا القرم إلهم بعتبروها من هذه لأنهم انتزعوها من الدولة العثمانية في 1774 لكن الأكثر من ذلك هو أن البريجادر درونز الآن في هذه الحرب التركي يلعب دور رئيسي واعتبروها أنه عصى ضد المدافع يعني بالفعل يعني دمر مدافع ترامي الأمريكي قال اوكراني's main secret اللي هو الطائرات التركية الطائرات المسيرات التركية المسيرات التركية الشيء الآخر كان أردوغان ذهب عدة مرات لأوكرانيا وكان كل ما يريد أن يغيذ بوتين في ملف معين يذهب إلى أوكرانيا ووقع اتفاقيات هائلة مع الأوكران بالرغم من أنه يتعاون في المجال السياحي فملايين الروس يذهبون إلى تركيا سنويا يتعاون في المناسبة تعرف قانون التجنيس أنا هذه معلومة استغربتها قانون التجنيس اللي سووا الأتراق قبل حوالي أربع سنوات الذي يشتري عقار أو يستخدم 250 ألف يأخذوا بيات جنسية تركية أكثر المستفيدين هم الروس الروس نعم وليس العرب أنا ظنيت العرب لا الروس هو مبارجة أولئة الروس وإفارقاءل يأخذون جنسية تركية يأخذون جنسية تركية أخر بين تركيا وروسيا طبعا فيه نقاط المشادة في مصر يعني الدعم البوتين للسيسي شديد كبير بينما شفنا كيف كان صحيح الأتراك الآن يغيرون موقفهم إلى حد ما بالبراجماتية المعروفة عندهم ولكن كانت عندهم خصومة كبيرة في مصر الخصومة الأكبر سوريا وليبيا ولكن أيضا حتى في مالي الآن بدأت خصومة فالانقلابيين في مالي اللي هم وقفوا موقف أنا أعتبروا جيد ضد فرنسا لكنهم استعانوا بواغنر اللي هم المرتزق الروس والآن ذهبوا أيضا للأتراك قالوا أننا لا نضع بيضنا في سلة واحدة فهناك نقاط التماس كبيرة لكن أعتقد أن خاصة وجود شعوب تركية أو عثمانية تحت النفوذ الروسي سواء من الدول السابقة للاتحاد السوفيتي أو من الجمهوريات اللي هي داخل الاتحاد الروسي كل هذا يعطي لتركيا امتداد واسع لو عادت روسيا إلى كونها بلد صغير أو متوسط دعنا نقول متوسط روسيا احتلت عشرات الدول والإمارات التي كانت تسمى إسلامية وكانت أساسا تحت سيبيريا هذه الجزء الأكبر من سيبيريا كان تحت إمارات مسلمة واليوم موجودين في حدود 20% كالي يقول 30% من الروس المحسوبين روس هم مسلمين بوتين استمعت لي هنا قبل قليل قبل أن ندخل الستيديو طبعا ألقى قبل قليل خطاب يقول نحن أكثر من 200 قومية وبالمناسبة كان راح يتحدث على واحد مسلم كيف أبدى بلاء حسنا وعطاه رتبة بطل روسيا طبعا هذا دائما في الحروب هذه فتركيا في اعتقادي أنها على المدى القريب والمتوسط من مصلحتها وهي تعرف ذلك جيدا أن يعود الروس في حدود ضيقة يعني وينهزمون في هذه الحرب وإن كانت تعرف أن تركيا مثل دول أخرى كثيرة أن الدول الغربية في النهاية الاستعمار الأكبر والأفضع والأبشع الذي عانينا منه نحن والاستعمار الغربي وليس الصيني وليس الروسي بالرغم من أن كان هناك بشاكل مع الصيني ومع الروس ومعه في درس سليسيتا أشيري إليهم من الأشياء التي قلت تعلمناها أو يعني أو الله عز وجل علمنا من هذه الأزمة يعني غير قضية قضية التبرعات وقضية المتطوعين الأجانب أو المقاتلين أو الجهاد بين المزدوجين يعني قضية هذا اللي فجر نفسه في الجسر ومجر نفسه ومنع وكذا وقال للرئيس زيلنسكي أنه بطل أوكرانيا وقال أعلى ألقاب الشرف في أوكرانيا وقلد هذا وعلى فكرة تجاهلته الميديا اللي أنتم معارفين لأن هذا مشكلة كبيرة سيفتح باب هائل هذا تكثيري هذا انتحاري هذا ما أخذ من فتهم الكرضاوي هذا أكيد إخوانجي هذا من كتائب القسان إخوانجي أوكراني سيقال من هذا الكلام كثير فسبحان الله كيف تأتي دروس يعني من حيث لا تحتسب يعني صحيح وكيف نتعلم من أشياء يعني تضع حولاء الظالمين في مأزق حرد جدا وأيضا تثبت الذين آمنوا بمناسبة على قضية خوتن وتكلم عن الأعراق والأقليات تعرف أنت لأنه في الداخل الروسي وروسيا في محاولتها للوصول إلى الجمهور العالمي تتكلم عن أوكرانيا أنها أصبحت مرتع للنازيين الجدد وأن هؤلاء فاشيون وأن هؤلاء من أقبل وبالمناسبة ترى فيه درجة عالية من الصحة بعض الذين ذهبوا من بريطانيا ذهبوا من اليمينين المتطرفين صحيح بس فهذا له جذور تاريخية لأنه لما في الحرب العالمية الثانية روسيا كانت تحتل هذه المناطق أوكرانيا فلما أجوا النازيين اعتبرهم الكاثوليك الأوكرانيين محررهم من الروس صحيح فانضموا إليهم وحاربوا الروس فهم الروس في تاريخهم يعتبروا أنه هذا موقف نازي طبعا الآن في التراشق السياسي الأوكرانيين يتهمون الروس بأنهم نازيون والروس يتهمون الأوكرانيين بأنهم نازيون لأن كلمة نازية طبعا هي تثير تغمى هي تغمى وتثير ذلك شتيمة تعتبر أحكي لكم شيء على واغنر عارفين واغنر ميليشيات لكن هل تعرفون من أين يأتي اسمه واغنر؟ هو واحد شخص اسمه واغنر هذا شخص كان هو أشهر موسيقي في زمن هتلر وكان هتلر يستمع إليه ويعتبره هو أفضل موسيقي يسمع له هتلر هو ريتشارد واغنر هو واغنر ولا فاغنر؟ يعني تلتق بالثمين هي دابليو في القراب V يعني إذا قريتها بالفرنسي واغنر إذا قريتها بالألماني إذا قريتها بالألماني لنه فريتشارد فاغنر هذا في الحقيقة لديه مواقف معادية جدا لليهود وكان كاتب حتى كان كتب Jewishness in Music يعني اليهودية في الموسيقى اليهودية أو التمهود التهويل 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 في موسيقى ومنقول عنه هذا وباعتباره كان يعتبر هو أعظم موسيقي في تلك المرحلة على الأقل هتلر اعتبره أعظم موسيقي وكان يستمع له وحده فكان عنده تأثير هائل لكن عنده أطرحات ضد اليهود هو أخذ اسم الأب اللي رباه اللي هو ألماني لفاغنر لكن أبوه الحقيقي يهودي عمره لا اعترف بأبوه الحقيقي البيولوجي لكن أخذ دائما الأب الألماني وتبنى أطرحات نازية في حدود معينة لكن اختلفوا فيه باعتبار أنه موسيقي كبير جدا كانوا يخفون أحيانا هذا الموقف طباخ بوتين اللي هو ضابط كبير في المخابرات أنشأ فاغنر طبعا بالتأكيد بموافقة بوتين وسماها على ريشارد فاغنر اللي هو كان موسيقي على الأقل إذا لم يكن نازيا مطلقا فكان هو الموسيقي للنازيين كان انترتينر من الله هو الذي يطلب النازيين فالاتهام انتع بوتين للأوكران بأنهم نازيين في الحقيقة يرد عليه كثير أولا النازية موجودة في كل دول الأوروب كمجموعات لكن اتهامه مثل اتهام صدام بعلاقته بالقاعدة هتلر سمه هتلر وهتلر فهذه الاتهامات هي دائما شيطنة الخصم حقيقة الاتهام الأوكران بالنازية ليس صحيح دعم فيه مجموعات نازية أنا اطلعت على بعض مجموعاتهم فيه مجموعات نازية لا شك في ذلك ولكن هذه المجموعات النازية موجودة في كل دول أوروبية وعندما يخف يعني فرنسا اليوم شيء نازي اللي فيها اليمين المتطرف ليس له حدود من هو الزعيم الذي يقدسه اليمين المتطرف في أوروبا؟ بوتين وليس الأوكران هذا يوسي بلمن في المقالة اللي كتبه عن ما يجري الآن وموقف إسرائيل من الموضوع أشار إلى ذلك قال إن نتنياهو وطد علاقاته ببوتين وبرئيس بولندا ورئيس هنغاريا هنغاريا كلهم دولة يمينيين متطرفين تصور أنت يعني بمعنى اليمين المتطرف يعني في داخله يكره اليهود صحيح لكن على ذكر النازيين واليهود الآن فيه بتطلع معلومات حديثة علمية وأكدها فيلم اسمه The Pianist لا أعلم شيء طبعا طبعا عازف البيانو فيلم رائع رائع هذا عازف البيانو شخص يهودي موهوب كان يعزف البيانو وهو من القلة القليلة جدا التي نجت من المعسكرات الإبادة صحيح في الفيلم يعني قصة حقيقية في الفيلم كما في الآن في الأبحاث اللي بتنشر كان بعض اليهود يشتغلون مع النازيين كانوا حراسا في معسكرات الإبادة الإبادة بالضبط صور بالضبط يستخدمونهم ضد اليهود يعني يهود ضد اليهود شوف فحنا ترجمة نانسي قنقر